الفاكهة الوردية ذات الرائحة المميزة والنكهة اللذيذة تزدهر زراعتها بقوة في اليمن فعلى امتداد هذه المزارع تكمن الفراولة اليمنية الغنية بالفوائد المتعددة والطعم المميز والأشكال المختلفة هذه أحد المزارع أتابع لي ونقوم بغرسها في شهر مارس في كل سنة وتحتاج إلى أربعة أشهر من مبدأة زراعتها إلى موسم حصادها حتى تستمر طوال العام وفي طوال العام هذا تحتاج منها إلى أسمد ومبيدات حشرية حتى تصلح الثمر تعتبر الفراولة من المواد الغذائية ولها فوائد كثيرة والمفيدة للجسم ولها فوائد كثيرة مثل الكاليسيوم والبسوء ومثل الحديد ولها فوائد فيتامينيات كثيرة مثل A وB وC قرية مسعود الكائنة في سنحان في صنعاء من أجمل المناطق التي ازدهرت مؤخرا بزراعة فاكهة الفراولة وكان أهل مسعود كريمون في إفراد مساحات زراعية شاسعة لها ليستمر موسم الفراولة طوال العام نسبة للفراولة كان نستوردها من الخارج من المصر الآن الفراولة موجودة في اليمن بأمور طيبة وإن شاء الله في السنين القادم ستكون الفراولة بشكل أفضل تجرع الفراولة في محافظة صنعاء في واد الفراوات في صنعاء في قرية مسعود الفراولة تجني لمدة سنتين المحصولة زراعي فيها وبفضل الله والحمد لله أن كانت من قبل كونانا تستطر من الخارج اليوم زراعة محلية واكتفاء ذاتي ويتم بإذن الله بجهود المواطني والأعمال اليدوية والحمد لله واشك الله على هذا النعمة بدأت زراعة هذه الفاكهة في الأعوام الأخيرة في اليمن بعد أن كانت تستورد من الخارج لتصل بجودة أقل لكن المحصول البلدي يتميز بكونه طازجا وفيرا طوال العام وبأسعار في متناول الجميع المزارع اليمني دائما أريد أن يزرع ويشتغل إذا ألقي مزارعين أو ألقي سوق أفتتاح لكننا ندعو إلى المستثمرين أنهم يجوا يشلوا مننا الفراولة ويوزعوها بالنسبة للإيمان قد يتمع التوزيحها كاكتمل للمناطق الحامية التي لا تصل حش عندها زراعة مثل عدن المكلة صعدة حديثة مارب حضراموث كما وصلها قبل 4 أو 5 سنوات ما كان شيء يوصلها الآن نضالب الحكومة أنها تلزم تجار الفواكه اللي بيستوردون لنا من الخارج عندما يدي لك الكاكا فاكه حبة بـ 800 بـ 1000 نحن منذ ما يدلونا من الخارج الضروري الآن بدأنا نسكفي الآن نشين يخرجوا مخرج يسطروا من عندنا حتى يسمر ونحافظ على شعرها تحتاج الزراعة الصحيحة إلى إمكانيات وفيرة وتجهيزات ري حديثة وحماية وعناية فائقة وهذا ما أبدع به مزارع الفاكهة الوردية الفرولة الذين يحاولون التفوق على المنتجات الخارجية بل وتصديرها إلى الخارج